الإعلام في مصر إعلام واسع وإعلام عريض سواء في القنوات الفضائية الوسائل الإعلام اللي هي القنوات أو المواقع الإلكترونية أو الصحف المكتوبة لو أنت شفت عدد الترخيص اللي موجودة في مصر يعني محدش هيقدر يقول إن مفيش حرية إعلامية ها طبعا ها يعني أنت عندك أكتر من 120 قناة مرخصة رسمية عندك أكتر من 400 إصدار صحفي ما بين يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي أنت عندك أكتر من 100 موقع إلكتروني مرخصين ده أنا كنت الأمين العام في مجلس الإعلام فالأرقام دي يعني حتى أنا لا أتحدث إليك بالإعلام المملوك للدولة أنا أتكلم عن إعلام خاص عن إصدارات خاصة واخد بال حضرتك دي نقطة النقطة التانية المطلوب من الإعلام المهنية لا تنتظر إن الإعلام الذي يخالف المهنية هو التعرض أو ضبط المشهد الإعلامي بالقواعد المهنية يعني لا يمكن أن يكون تقييدا للإعلام يعني محدش يقدر يقول إن السب والقصف تقييد للإعلام محدش يقدر يقول إن التعرض لسمعة الآخرين تقييد للإعلام محدش يقدر يقول إن الأخبار الكاذبة والشائعات تقييد للإعلام لكن الحقيقة يعني كلما كان الإعلام ملتزما بالمهنية كلما كان يعني حريط الإعلام مكفولة وأنت إذا أنت راجل بتتكلم في موضوعات تهم الرأي العام وبتتكلم بمهنية وبالمناسبة المجلس لها الإعلام أصدر أكواد كتيرة وإحنا كنا ولازلنا زملاء وعارفين الكلام ده وإنت لو أنت التزمت من أحد شيء يكلم